وهذا قصتنا الثالثة في تاريخ خمسة عشر رمضان اهل سلامة كتابة في الجيخ اخبانش اشتركوا في القناة اليوم مقطع جديد ماذا مقطع اليوم ؟ قصتنا بعنوان انتقام الفتاه في قمة الذكاء هذا القصة تحكي انه فيه اب يزوج بنته لابن شريكو عشان يخاص من المشاكلة اللي بينهم فشوفوا ابن شريكو ايش سواه ببنته شوفوا كبنته انتقمت فهذا تسوى لكم واشتراكوا ساباتي مجلسة بصان ضغص طبعا إليه كامل تابعوني ياسنا ببعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد الله العظيم ويلا نبدأ الغصة البنت تسول في قصتها وتقول ما كنت أحرف حقيقة زوجي إلا في وقت ليلة عرسنا فبعد ما راحوا طيوف وهيد الجو وخلص الطق والنق وخلص العرس ما أشوف نفسي إلا أنا قدامه في قرفة مقفول علينا ما في أحد اللي أنا وهو تقول نزلت راسي على الأرض وأنا خجلان خجلانة يعني تقول يعني حتى حمرا خدودي من الخجل وحتى ما نظرت الزوج وما فتحت فمي بأي كلمة لأنه المعروف أن الرجال هو اللي يبدأ بالكلام مع زوجته تقول قاعد تنتظر وانتظر وانتظر بس ما في أي شي جديد كله قاعدين وأنا قاعد أنظر تحت خجلانة ما في لا صوت لا حركة ما في أي شي وأنا كل ما حالي قاعد زادت خوف وقلق وتحول الحياة إلى رعب شديد تقول ما نقولت الخوف ما تقدر أتحرك أصلا حسنة نفسي مشلولة ليش ما يتكلم زوجي شفي يعني هل هو أخرز هل هو في شي هل هو خجول يعني أم هل أنا يعني ما عجبته وأنا كذا بمخي شقال في ذلك الشي كذا في صوت من داخلي يقول لا مستحيل هذا الأشياء لأنه أنا أصلا عجبته يعني من شافني وأنا أصلا جميلة يعني ما أنا شينة تحياتي كل الشينات بس يعني ما أنا شينة يعني أنا بل أنا بالعكس يعني جمالي فاق الحدود هي قاعدة يقول أنا ما يدخل يعني هنا الجيسي أنا يدخل أمي وتقول أنه هاي مو أول مرة يعني يشوفني فيها علشان مثلا يستحي أو يخجل أو شي لا هو شافني وقت الخطوة بس ما صحت الفرصة أني يتكلم معاه أو بالأحرى أنا ما كنت ناوي أتكلم معه كنت انتظر أنه يتكلم معي عشان ما يبلش مخي يشتغل هذه ليش تكلمت في البداية عشان ما يظن فيني يظنون حتى أمي قررت لي مرة من المرات أن الرجال يحب المرة الخجولة ما يحب المرة الجريئة والثرثارة طبعا أمه معاه حق بقسموا لي معاه حق بقول بس ملت وحقلت والحقل اللي هي لا حوله ولا قوة إلا بالله وقرأت آية الكرسي وأنا ميت رعب تقول قاعدت أقرأ آية الكرسي يعني عشان الله يطرد هالشيطان اللي موجود بيننا بس هو ما تطور أصلا ولا عطاك جديد كله ساكت وانا قاعدت كذا مخي يقول يعني هل هو أخرس وأرجع أذكر أنه أبوي قال لي أنه ما هو أخرس بل حكس أنه أبوي يعني عنده طلاقة كلام ما شاء الله عليه وأخوي برضو يقال لي أنه ما شاء الله ليه حتى سوال فو حلوة طب إيش فيه ليش ما يتكلم ليش ما فيه تعرفون هذه الوسواس اللي تجيكم لما يكون الوضع صامت بعدين قلت الحالي ممكن أنه هم ومعي بنفس القرفة أنا حين رفعت راسي أريد أشوف هل هو معي بالقرفة ولا لا مو أنا هي تقول أرفع راسي كذا هو يصير قبالي وأرجع أنزل وانفاسي قاعدت ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل من الخوف تعرفون هذه لحظات الخوف بعد النظرة هذه الخفيفة اللي بسرعة عدت تحكدت أنه ما قاعد ينظر فيني أصلا فأنا قلت بدي أشوفه بدي أشوف يعني ليش تقول فارفعت راسي شوي شوي وأنا خايفة ونظرت عليه ما أشوفه لأنه هو يعني قاعدت ناظر في السقف ووجهه وجه اللي قاعد يفكر تفكيره بعمق فهو قاعد يفكر فجأة تحرك تقول أنا من يعني من الخرشة ما قدرت حتى ما قدرت أتحرك قاعدت ناظر فيه بس يعني خفت لا يشوفني بعدين نظرت فيه أصلا هو ما كان يشوفني أصلا هو لما انتحرك شاف الساعة ورجع يالي طبعا أنا أخذ شيء التجاهل بس عشان يكله عنكم تبتا قاعد أحد تجاهله في عندنا مثل حين يقول لك إذا ردت تعله أسكت وخله أصعد عني كذا حبيتها طيفة بس تقول الشيء الوحيد اللي يسوى أنه نظر في الساعة بعدين قاعد يقرمط أضافرة بس بعصبية ترى ينعرف الواحد إلا كان معصب أو مروق أو خايف أو خجول ينعرف تقول تحول الدهشتي إلى نوع من نوع الحزن واليأس المر تقول كطرات الدمع قاعد تنزل على خدي محاها عنين خفيف وشهكات تكادوا أن تقطع صدري الصغير شوفوا ورب الكعب النهي كايلة أنا مال علاقة أنا قاعد أقرأ المكتوب بس عشان ما يبلش بس هدنا نحن جديدين في اليديو تقول التف علي لفته عابرة ما تتلع لأي شيء وانا كل ما حال خوفي وبكائي وهذا الشيء اللي اختلطت بعضها كل ما حالها قاعد تزيد وحولت قرفة المجهز العاروسين إلى ميتم حرفيا تقول اقترب مني بشويش ووقفوا في جنبي وقالوا بصوت قريب أول مرة اسمعوا ليش تبكين تقول هزيت كتفي بيأس ودموعي باقي على خدي الدرجة أنه حولت المكاتج الخريطة خريطة ألوان حولتها تقول عادي علي مرة ثانية بصوت قريب وقال اسمعي يا بنت عبدالله راشد أنتي طالق تقول توقفت عند البكي وأنا قاعد ناظر في مفتوح فمي من شدة الدهول يتمسخر هو ولا يتكلم جاد ولا شو وضع هذا ولا هل أنا بحقيقة ولا بكابوس قاعد يمر علي يعني إيش اللي قاعد يصير بهالخربط هذه اللي صارت يعني أنا انتقلت من بيت هالي للزفاف غرفتي غرفة الزفاف تطلقت فيها بنفس الوقت طبعا هذه بس عشان يكونوا بعلمكم هذا يكون منقصة في البنت يعني هنا حرفيا انتهى شرف البنت كامل حتى لو كانت البنية شريفة وكل شيء بس إذا صارت هذا الموقف حرفيا انتهت البنت كامل تقول صحية الصبح ثاني يوم اللي وأنا مطلغة بيت هالي أم الجنبي قاعد تنوح وتبكي وأبو يجالس هناك قاعد يصرخ وفمه مسكر تعرفون هذه الصرخة بداخل وجهه أسود من ظلام الليل وقاعد يقول انتقم مني ما راح أقفر هلول ومدري إيش يصير نقول وقتها عرفت الحقيقة وعرفت اني مجرد لعبة صارت الانتقام بين شريكين أنا مال يدخل فيهم أبدا واحد منهم هو أبوي زوجني لابن شريكو علشان يهدى القضب اللي صار بينهم بالشغل التجاري والثاني قرر ينتقم من أبوي عن طريقي أنا طبعا اجتخني أنا ليش يضيع مستقبري وأنا ما زلت بعمر الظهور يعني أنا ما سويت أي شيء ولا ضريت أحد أنا ليش تعرضت لهاللعبة القضرة هذه وأنا مال يدخل أبدا تقول ما بكيت ولا نزلت لي دمعة أبدا وواجهت أبوي بكل كبرية وقلت له لا تبكي يا أبوي ترى مو أنا اللي أتحطم نظر فيني يا أبوي دهشة وعلامات الألم والندم باينة بوجهه فأنا طلعت على قرفتي أركض ما ودي أشوف أبوي بهذه الحالة تقول دخلت القرفة سكرت الباب كاعدة أشوف أنها كاسف في المراية كاعدة أشوف أنه هذه مو أنا هذه مو أنا البنت الواثقة من نفسها الجميل المرحة لا هذا مو أنا هذا كله ضاعب ليلة واحدة وأنا مال يدخل فيها تقول نظرت في عيوني في المراية وأنا خفت منها عيون حاقة عيون تبي تنتقم بس تقول غمضتها بقوة عشان ما تنزل حتى دمعة ندم على الخسيس اللي سوا فيني الحركة هذي تقول طلعت مسرع على الهاتف أولي كان هاتف أرضي تقولوا فيني زي شعلة انتقام تدفعني بكل قوتي عشان أسوى المخططة اللي فيها تقول قاعدت أكتب رقم جواله بأصابع من قوة ما تخشى أي خوف تكون رد علي الصوت المميز الغريب اللي مستعيل أنسى طول عمري الصوت اللي دمرني وأنا بزهرة عمري فردت علي بصوت نحومة ورقة وإحساس وقلت لنا أنا معجبة من الأخير جاية تخرفنه وتقول ما كنت تتوقع لهذا الدرجة هو خفيف يعني بسرعة استجاب معي وكذا أعطاني لهفت أنه تعرفون هذه حركات الشباب أنه أي بنت تجيه خلاص هذا الهاتف حقي من الأخير تعرفون هذا النوعيات تقول كذا بسرعة أعطاني إياها تقول انهيت المكالمة وأنا وعدت أنه راح أكلمه بكرا بنفس الوقت تقول أكرمكم الله تفلت على الهاتف من بعد ما سكر وأنا قاعد أودعه بقضب وكره وحقد وكل شيء ممكن أفعل الإنسان سيء حرفيا وأنا قاعد أقوله بنفسي وأنا قاعد أقوله بنفسي راح أقتله زي ما قتلني ودمر حياتي كاملة تقول استمرت محال على هذا الحال أن أكلمه يعني أن الأخير أخرف أنه هو كل محاله وقاعد يزيد لهفه وشوق أنه يشوفني وأنا كل مرة قاعد أقول له أنه أنا بنت مأدبة وأنا بنت محترمة وما أقدر أطلع هو كل محاله قاعد يزيد أنه يحبني أكثر وهو ما سمع مني أصلا إلا صوتي تقول وقع بحبي لدرجة الجنون وجعلني كل حياة وجعلني كل شيء هو ما يدروا أنه آخر شيء ما في أي شيء آخر شيء طريق مزدود نهاية انتقام سني عن الزواج رديت عليه بضحكة ساخرة وخفيفة وقلت له أنا ما أفكر في الزواج حاليا رد علي وهو ميؤوس وقالوا أنه أنا مضطر أنه ستزوج ابنية ثانية بنت عمي أبوي قاصبني عليها بس قلني ما رح أنساكي يلي عذبتيني وهو قال أنا ما أقول خفيف هو مرة بس يلا تقول قبل ما ودعوا طلبت منه أنه يعطيني صور لو تذكارية مقع باسمه ويتركها بمكان معين حددناه أنا وياه وبعدها أنا رح أجي وأخذهن على أساس أنه ذكره يعني تقول وصلتنا الصور ومكتوب عليها عبارات يعني شيء ولب الخيال قل جتني وأنا دعست عليه عارفيا وأنا فيني كرة وحقد وكل شيء سيء باتجاه هذا الرجل قال لي هون مو رجل أصلا وبعد شهور وحنا على هذه الحالة نتواصل ونتواصل قال لي أنه رح يتزوج يعني أعطاني موعد زواجه وقال لي بلحجة كذا زي المتردد وخايف قال لي أنه ما رح تخليني أشوفك يعني ولو لاحظة واحدة قبل ما أتزوج وأنا رديت عليه بش مأزاز وقلت له مو أن لازم أنه زوجتك اللي تشوفك بليلة زفافك مو أنا ردي باحتقار وقال أنا شفتها كثير وما أحبها أصلا بس أنت الوحيدة الحب حياتي رغم أني ما شفتك طبعا هنا تأكد أنه مو صار خارف لا لا صار هاي شيء خالص أطلبي منه لابن الصرصور يجيب لك ياه وحتى أنه رح نلتقي في نفس الليلة زواجه وأنا من جهة ثانية أصلا قاعد أخطط أنه كيف رح أدمر حياته زي ما دمر حياتي وأقضي عليه زي ما قضى علي تقول جماعة صوره المكتوبة بهالعبارات الجميلة وتوقوعه اللي بكل مكان بظرف كبير وقبل ما يدخل على عروسته بساعة كان الظرف بيد زوجته في منها صور مقطع بقل وحقد في منها صور ما في أي أحد لمسها وأنا سلمت بيد زوجته ورجعت وطلعت وأنا قاعد أخيل المشهد كيف رح يصير ورح أقول لكم إيش تخيلت العريس رح يطور على زوجته اللي من المفترض أنه هادية وكويسة وجميلة فيجد أن كل هذا تبدل ومكان الفرح أصبح حزن ومكان الضحك أصبح قضب وهي تصرخ عليه وتقول له صراحة أنا ما أقدر أقولكم قدي أشكك كنت فرحانة مبسوطة في ذيك الليلة فاتصلت عليه وقلت له مبروك أطلاق تقول تفاجأ من السؤال وقال لي من أنت؟ قلت له بصوت مش مأز كارح حاقد أنا المعجبة أنا بنت عبدالله صالح راشد اللي دمرت حياتي وهذا أنا انتقمت منك ودمرت حياتك زي ما دمرت حياتي وكذا تكون انتهت القصة وده أقول شيء لما تصير الخلافات بين شريكين لا تدخلون الأهل فيهم يعني شوفوا هذه البنت ضع مستقبلها كامل بسبب مشكلة بين أبوه وشريكه وهي ما لها دخل أبدا لا تدخلون البنات على أساس أنه رح تحضل المشاكل بالعكس ممكن أنه تخرب مستقبلك حتى أنت وبس بنتك إلى هنا يكون وصلنا لهاية الحلقة لا تستطيع الاشتراك وحسبة مجدد التعب صندو غلوس طبعني عليك أم تابعني أسناب بعد صلى على النبي سبحان الله ومحمد السبحان الله العظيم قلوا لي تعهد إذا أجبتكم القصة ولا لا صلى على النبي السلام عليكم